عنا من ميل أموس هوكستين طبعا المبعوث الأمريكي ومن ميلتين مجموعة من المسؤولين اللبنانيين نبيه برري جبران بسير ولي جملاط نجيب ميقاتي وسامير جعجا مين أو مع مين من هؤلاء المسؤولين يتعاطى الأمريكي بجدية مع نبيه برري لأنه هو وسيط حسن نصر الله وهو الوحيد اللي قد يقدم له تنزلات وقدمه هل أعد رضي نبيه برري فقط لأنه وسيط حسن نصر الله بيملك قوة شعبية ولا قوة سياسية ولا قوة عسكرية شو عنده نبيه برري؟ حزب الله مكبر نبيه برري وحركة أمل حزب الله قادر ينهي حركة أمل ب24 ساعة لا بحكي عسكريا لحكي على المستوى السياسي حزب الله بميل حزب على مستوى منطقة حزب على مستوى دول وحركة أمل حزب على مستوى الجنوب نحكي منطقة بالمنطقة العام نبيه برري يتعاطى مع هوكستين وبذات الوقت بينقله موافقة حزب الله ورافض حزب الله على الملفات ويكلف الآخرين بتسويق شو اتفع مع حزب الله على الايادات تابعون وعلى الكتل النيابية تابعون لحتى يصير في مفاوضات جدية هوكستين مكلف من قبل نتانياهو يلي هو ضابط إسرائيلي سابق ونبيه برري مكلف من قبل حزب نصر الله وقدم تنازل هؤل المكلفين يتلاقون بعضهم بدل ما يتلاقون نصر الله ونتانياهو مباشرة هوكستين وبرري هيدا تطبيح بطريقة غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل واضحة مثل ما هي وقلت أكثر من هيك أنت كنت قلت أنه كمان بذي قدم تنازل أكيد قدم تنازل تنازلات تم تقديمها تنازلات يعني أنا اليوم بدي أسأل سؤال إسرائيل مغتصبة للأرض الفلسطينية والأرض اللبنانية والأرض العربية ككل يعني بقى كل المطالح الموجودة فيها وحزب الله بده يزيل إسرائيل من الوجود ويعترف في فلسطين عطى موافقة بمجلس نواب لاستغراج غاز لبنان وفلسطين وأعطاؤه للعدو الإسرائيلي واحتراف مباشر بأنه إسرائيل هي الدولة المستحقة لثروات شهداء الفلسطينيين والشهداء اللبنانيين هيدا تنازل هيدا مش تطبيح هيدا أكتر من تطبيح هيدا أكتر من سلام هيدا عم تعطي سروات لبنان بوكالة عني وعنك بدون ما نكون عننا رائح هيدا صار فيه تعاون يعني بتعتبر هون صار فيه تعاون واضح بين ضابط إسرائيلي والواجهة السياسية لحزب الله نبيه بره لإعطاء الغاز والنفط والسروات اللبنانية لإسرائيل بس المقابل نحن لحد دل بعد ما عرفنا شو هو بعد وسامك بالبعض مثل ما صار بالألفان وخمسة لما تم استشهاد اغتيال الرئيس الحريري طلع حسن نصر الله بمؤتمر صحافي وقال بيكون تعرفوا مين قتل الحريري تعرفوا مين استفاد من قتل الحريري مع الوقت بيقوم بيصير لبنان كله تحت أمرة حزب الله بالألفان وتسعة وعشرة وحد عشر واثناش والليوم وبيصير المنطقة كلها تحت سيطرة حزب الله وبيعمل حزب الله بيروعى سوريا وبيشارك بحرب اليمن وبيبطل في وجود للسنة بلبنان وجود فاعل سياسي فبين مين المستفيد من قتل الحزب من قتل الثفيق الحريري المستفيد هو من سيستفيد من هذا التلسيط من ننطر أربع خمسة سنين بس برأيك أكيد يلي عطى التنازل يلي عطى التنازل يلي بدي أعطوا لبنان على طبق منفضة يلي نحن عم نقول طاعوا نعمل جبهة حقيقية لو كانت مسلحة بس تحتالي نقول للآخرين أنه احنا موجودين مش خايفين منكم يمكن ما نستعمل الإسلاح بس بشير جميل قالنا ما تخافه نحن عم نستسل بشير جميل لا لأنه بشير جميل كان وجوده بالوقت اللي لبنان بحاجة لحدا منقذ واليوم معنا بشير جميل بسئلت شي خطر قلت حتى لو كانت جبهة مسلحة أنت اليوم مع تسلح اللبنانيين يا أستاذ حزب الله ما بيخاف إلا من استعمال السلاح بالداخل ما في شي بيخافه مشروعه الطويل للأمد مشروعه جغرافي باللبنان يلي أنا قلت أنه اليوم حدا يقول أنه فيه عيقار للبايع ببشري حزب الله بيدفع فيه سر ويأخذه ببشري لا يبدو يشتري ببشري بكسر وين عراد عراد هلا عيقار للبايع حزب الله بيركد بيشتري عبر وسطاء عبر الناس لابسين كلافات ومدنية نظرين مش حزب الله ولكن مشروعه حزب الله لذلك حزب الله مشروعه جغرافي ولا يخاف إلا من السلاح بالداخل اللبناني خاف من اللي صار بالطيوني خاف من اللي صار ببعض المناطق يخاف من استعمال السلاح بالداخل لما بيعرف أنك مسلح بيخاف يتعاطى معك بتماس لأنه هو ما بده مشروع بصدامي لما بيعرفك مش مسلح عم يعمل السبعة ودمتة فيه نوعا اشتركوا في القناة